اشتركوا في القناة للتحكم في ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشارة وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا للموذج جديد من التعاون بين الدول المؤتمر يركز على العلاقة بين الهجرة والتنمية مع غياب آلية لمساعدة الدول الفقيرة للحد من تضفق النازحين تركز القمة الدولية على بناء شراكة أوروبية إفريقية شرق أوسطية لإقامة مشروعات في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والصحة المؤتمر كان باقرة انتاج لرؤية مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على الهجرة غير الشرعية ونتج عنه إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة تمتد من 2016 حتى 2026 تقوم على أسس إنسانية وترتكز على البعد التنموي في أزمة الهجرة كما تؤكد الاستراتيجية على الصلة بين النمو والأمنة بهدف تعزيز التعاون في قطاع الإتجار غير المشروع إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا وهي سأقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا 9 مليون ضيف الرئيس سيسي كان أول من طرح رؤية أشمل لحل أزمة المهاجرين من جذورها وذلك خلال مشاركتي في قمة دول تجمع فيتشجراد بالمجارة عام 2021 والذي شدد خلالها على أن شروع المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا ما هو إلا انعكاسا لشكل من أشكال حقوق الإنسان المفقودة مشددا على أن الخطوة الرئيسية لحل الأزمة تبدأ بعودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين مقدما العلاج الأمثل لتلك الأزمة وهو المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في تلك البلدان أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام الحوار الثاني في من القهرة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة التي تمتاز بالجرأة وكهة نظر مختلفة فيما تعلق برؤية أوروبا تحديدا وإيطاليا بشكل أكثر تحديد فيما تعلق بقضية الهجرة غير الشرعية منذ أيام كانت ميلوني في تونس وعقدت مباحثات مهمة مع الرئيس التونسي قيس سعيد وتحدثت عن ألية محددة كانت هي المؤتمر الدولي الذي تقيم روما الحياة بتنصق فيه كل الجهود من أجل مساعدة الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية وتحديدا في إفريقيا وقالت أنه لابد أن يكون هناك أليات محددة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية موقف مصر الحقيقة من قضية الهجرة غير الشرعية موقف واضح مصر بتبزل جهود كبيرة جدا في هذا الأمر منذ سبتمبر من عام 2016 لم تنطلق أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية على الإطلاق وبتتعاون مصر مع أوروبا ومع العتيد من الدول من أجل مكافحة قضية الهجرة غير الشرعية برحب مع حضراتكم للحديث أكثر بضيفي في هذا الحوار الدكتور ميلاد ممتاز منسي المحلل السياسي والمتخصص في الشؤون السياسية دكتور منوارني أهلا وسهلا أهلا وسهلا محرر إيه اللي بيحصل وإيطاليا بتعمليه أنا عايز بس في البداية أقول نقطة مهمة فضل فهم الهجرة الغير الشرعية أو ما يطلق عليه برحان الهجرة الغير نظامية ليست مجرد مجموعة من القوارب المتهلكة التي نراها على شاشات التلفزيون من خلال التائرات اللي بتلتقط صور أو فيديوهات لهذه القوارب ونراها بتنطلق عبر البحر المتوسط من الجنوب إلى الشمال في اتجاه أوروبا اعتقادي الشخصي أن الموضوع أكثر عمقا وأكثر تعقيدا من مجرد مجموعة من القوارب مكتزة بعدد كبير من البشر اللي بيريد أو بيحاول أنهما ينتقلوا من جانب لجانب آخر من البحر أنا أعتقادي أن هذه الظاهرة من أكثر الظاهر تعقيدا وكثافة وأسبابها متناوعة تذهب في اتجاهات كثيرة إذا كانت اتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية اللي بيحدث في أوروبا حاليا أنا باعتبره مؤشر خطر جدا لهذه الظاهرة لماذا؟ الأرقام صدمة في آخر ثلاث سنوات من موضوع الهجرة الغير نظامية لنا أن نتخيل أن أربعين ألف شخص استطاعوا الوصول إلى إيطاليا في أول منتصف يعني منتصف الأول من هذا العام في مقابل إيطاليا فقط في إيطاليا فقط في مقابل سبع وعشرين ألف في نفس الفترة من العام الماضي الأرقام من سبع وعشرين ألف لأربعين ألف ومنتظر أن هذا الرقم يصل في إيطاليا من ستين لسبعين ألف في هذه السنة أنا بتكلم على دولة واحدة وإيطاليا بتعتبر بوابة رئيسية لأوروبا من ناحية الهجرة الغير الشرعية ده مجرد رقم الرقم الثاني وبرضا هو رقم صادم وزين بيقولو كده ممزر جدا هو أن عدد الأشخاص للأسف شديد جدا اللي لقوا حتفهم بين العبور من هذا من الجنوب إلى الشمال في البحر المتوسط في أول فترة من هذا العام ألفين شخص في مقابل نفس الفترة من العام الماضي ألف وربعمية وأقل كمان في السنوات الماضية الأرقام دي ليست مجرد أرقام ليست مجرد أن احنا بنحط كما مصبوط رقم الشخص ده في حاجة تانية عايز أشير لها وإحنا بنتناول بعض الاستلاحات التعريفية بموضوع الهجرة الغير نظامية هؤلاء الأشخاص ليس من البساطة أن نوصفهم أنهم شخص فقد عقله فأراد أن يسافر لدولة أخرى ليبحث هو غير منطقي لأن في بعض الأشخاص بتبسط الموضوع أنا هستعمل التعبير اللي أشار عليه سيادة الرئيس في الجلسة الختمية لقمة باريس من شهر من النهار ده لما قال إن الناس دي مجني عليها هما ليسوا جنيه هما مرتكبوش خطأ وأشار في عبارة واضحة إذا عوزنا نلخص الموضوع ده سيادة الرئيس قال الناس دول هؤلاء البشر بالذات في أفريقيا زي محرك أشار إذا يجدوا فرصة وأمل في هذه القرة سيذهبوا للبحث عنها في مكان آخر حتى لو كانت النتيجة هي الوفاء أو إنه يموت لأنه هو بالصبت هو بيقول لك أنا عايش ميت فهو على أمل يعني يعيش يموت هو بيدور على أمل يعني فكرة صناعة الأمل في الوجود من خلال أي تحولات هو ده الهدف اللي بيس عليها هو ده سيادة الرئيس زي بقول الله حرارك قالها في كلمتين فرصة وأمل وحتى أشار في نهاية العبارة إنه هو مش بيقول كده إنها أوبن لي مفتوحة في أي مكان ده قال لهم هنا في أوروبا إذا الناس ملاقيتش الموضوع ده الفرصة والأمل في بلادها في أفريقيا هتبحث عنه في مكان آخر فسيد الرئيس وجه رسالة واضحة لكل يعني لأوروبا تحتاجها أن تطلعوا بمسؤوليتكم بشكل جيد فيما يتعلق بظاهرة الهجرة الغير شرعية طيب وهو الحقيقة يمكن في كل مناسبات بيكون يعني الأمر متعلق بالهجرة غير شرعية بتجد تصرحات من الأمم المتحدة ومن الدول الأوروبية هنا وهناك ولكن في نفس الوقت بتزداد الأعداد سواء التي تذهب إلى أوروبا أو الأعداد التي بتكون ضحايا للهجرة غير شرعية بشكل أو بأخر الجديد فيما يتعلق بوكهة النظر الإيطالية في شخصية ميلوني تحديدا أعتقد الشخصي في رئيسة الوزراء جورجي ميلوني أنها شخصية حسمة وكان واضح من الانتخابات اللي قدت بيها أنها تصبح رئيسة وزراء أنها كانت شخصية يعني الأمور بالنسبة لها واضحة أنا عندي قضية بتعامل مع القضية من خلال معطيات وليس تعامل سياسيا هي بترى القضية بشكلها العام والخاص بتفاصيلها المختلفة وعلى كده بتتضح الرؤية بالنسبة لها وبناء على هذه الرؤية والمعطيات المختلفة بتبدأ تحط سياسات وحلول عملية ودي نقطة هامة للغاية واضح من شخصية رئيسة الوزراء الإيطالية أنها شخصية من التراز العاملة جدا وتلجأ للحلول القطعة ولذلك وهي ترى أن الأزمة بتتزايد في موضوع الهجرة الغير شرعية أنها لجأت لحلول فعلية ولازم نشير لنقطة مهمة أن أوروبا في موضوع الهجرة الغير شرعية للأسف الشديد منقسمة لا يوجد وجهة نظر واحدة في أوروبا بعض الدول بترى يعني مثلا لو خدنا نموذج المجر وبولندا على سبيل المثال بترفض أنها موضوع توزيع المهاجرين واللجائين في أوروبا يعني بتقول أن أنا مش هايزة بقى فيه نظام محدد للتوزيع تمام على الجانب الآخر ألمانيا ودي بقى مثلا مهمة جدا في موضوع ألمانيا تمام أنه بتقول أنا من 2016 بقى أعمل دعم مدي كبير لهذه الدول وأنا مش شايفة نتيجة فعلية على أرض الواقع وبالتالي تمام إحنا نحط لازم نظام واضح لمراقبة هذه المساعدات وأين تسأل ففي حالة وإيطاليا وإيطاليا وهلندا زي ما حد لك أشارت بقى هم اللي بيحسعوا جاهدين لإيجاد حلول عملية على أرض الواقع لهذه الظاهرة وليس مجرد الحديث على أن احنا بنلوم الآخرين ودي نقطة برضو مهمة أن كثير من الأوروبيين يروا أن أفريقيا مدانة في هذا الواقع أنتوا تبعثوا دائما بهؤلاء البشر إلينا توقفوا عن إرسال هؤلاء إلينا وإحنا بقى بنسألهم بنفس السؤال ساعدونا لكي يصبح هؤلاء آمينين ومطمئنين ويجدوا من الفرص في بلدهم وبالتالي لا يغامروا بحياتهم زي ما أوردهم على الأشارت حتى إلى درجة أن يلقوا حدفهم في سبيل أنهم يذهبوا إلى أوروب هو كمان الفكرة المطلوبة من الدول المتقدمة أو الأوروبية تجاه إفريقيا تحديدا هي ليست المساعدة كنوع من الترجي ولكن هي فكرة أن إفريقيا والدول النامية هي أكثر الدول التي تتأثر بتبعات الدول المتقدمة على كل النواحي سواء فيما تعلق بتبعات الثورة الصناعية أو المناخية وكل هذه الأمور أدت إلى أسباب إقصادية في العتيد من الدول الإفريقية سواء تصحور أو فقرة أو استعمار أو ما شابه كل هذه الأمور أدت إلى تردي الأوطاع الإقصادية فأوروبا مطالبة بمعالجة المشاكل اللي هي أساسا كانت سبب فيها بشكل أباقر أنا متفق محررتك 100% هناك مسئولية ليست مجرد مسئولية أخلاقية صحيح كلمة أخلاقية دي كلمة مارينة ومصطة جدا بزبط والحياة كله بيتعرض عنها تمام وبتتقال عادة في المحافل الدولية وزي محررتك عارف بتتقال مجردك عبارات طيب أنا هدي أمثلة من الثلاث سنوات الماضية مش هارجع طبعا الأمثال الأحراريك قلتها سليمة 100% خاصة في موضوع الثورة الصناعية والاستعمار لكن هنا مشير في آية أخر ثلاث سنوات وأمثلة واضحة جدا لما بنتكلم على كوفيد 19 وما حدث أكثر قارة في وجهة نظري تضررت من هذا الوباء أفريقيا برغم أنه كان يقال ساعتها وأعتقد حيك تتذكر أقل عدد أصيب عندك هم يعني لا يتحدثوا عن عمليات الإغلاق اللي كان بتحصل أوروبا ومعدلات التضخم اللي كانت بأرقام غير عادية هل لم ينظروا إلى ما حدث في قارة أفريقيا نتيجة هذا الوباء؟ أين هي الأبحاث العلمية؟ هناك أبحاث علمية بأرقام غير عادية اتعاملت على أوروبا وتدعيات كوفيد أو هذا الوباء في أوروبا ونحن نقف الآن ونسأل كم بحث تم كتبته أو دراسة تم نشرها فيما يتعلق بأفريقيا وما حدث في أفريقيا لا شيء وهو ده سؤال مهم كوفيد أو هذا الوباء أضرر بأفريقيا ضرر غير عادي تماما إذا كنا بنكلم اقتصاديا إذا كنا بنكلم اجتماعيا إذا كنا بنكلم سياسيا يعني من ضمن التحليلات المهمة في هذا الوضع هو أن الصراعات زادت في أفريقيا بعد الوباء الصراعات إذا كانت الإقليمية أو إذا كانت الصراعات الداخلية ببعض الدول الأفريقية ازدادت بشكل واضح عشان معضوع الوباء تمام نتيجة الدبوط مثلا البطالة دبوط اقتصادية دبوط اقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك أنا بدي مثلا على كوفيد سلاسل الإمداد والمشاكل اللي حصلت بعد كوفيد برضو أنا بعتبر الأكثر تدررا أفريقيا لا بنتكلم على التغير المناخي ودي قضية الساحة اللي موجودة بقالها سنوات دلوقتي أنا أعتقد الشخصي مرة أخرى أن أفريقيا هي أكثر من يعاني في هذا الوضع لما بنتكلم على ظهرة التصحر أفريقيا واضح فيها الموضوع جدا وأنا بضع علامات استفهام أعتقد أنها شرعية للغاية إذا كنتوا بتمتلكوا في أوروبا أو في أمريكا الشمالية هذه التكنولوجيا الضخمة التي تمكنكم من الرصد من خلال الأقمار السنعية ومتابعة عمليات التصحر في دول العالم أو في المناطق المختلفة هل لم تروا ما يحدث في أفريقيا؟ أعتقد سؤال منطقي جدا أو هم عارفين كويس جدا ما يحدث في أفريقيا بسبب موضوع التغيرات المناخية مثال آخر على التغيرات المناخية هو مش من أفريقيا بس مثال ورح جدا في العراق العراق اللي بيتابع الشأن المناخي في آخر خمس سنوات إلى عشر سنوات في العراق فيه أنهار معدلتها في المياه برأت تنخفض بشكل يعني قاسي جدا طب أين العالم من هذا الوضع وطبعا حضرتك عارف الأزمة في المياه اللي موجودة في المنطقة هناك بين العراق وبين إيران وبين تركيا هذه الأمثلة أكثر يعني وضوحا لكن لا تنشر فوسائر الإعرام في إفريقيا دي المشكلة إنه ما فيش تغطية إعلامية بالنسبة للي بيحرصها أفريقيا أو عشان قرر فقيرة فبالتالي صوتها بس مش مهملة هي دي نقطة لكن احنا نريد أن نهملها للأسف ودعني أقولها صراحة نريد أن نهملها عمدا يعني إلى أي مدى في تقديرك كمان من الأزمات الدولية على الساحة أدت إلى تنامي فكرة الهجرة غير الشرعية سواء كانت الأزمة الروسية الأوكرانية أو غيرها من الصراعات الموجودة على المستوى الدولي الأزمة الروسية الأوكرانية أنا باعتبرها سبب من الأزباب الرئيسية في موضوع الهجرة وخاصة في أفريقيا لأنني أتخيل طبعا من أيام قليلة روسيا رفضت وأعلنت رفضها أنها تستمر في التفاقية الحجوب من أكثر الدول اللي هتتضطر مرة أخرى صحيح دول الأفريقية الدول الأفريقية تمام الأمن الغذائي في أفريقيا معرض لمشاكل غير عادية وبعد كده نيجي بساطة ونقول لا توقفوا عن إرسال هؤلاء طبما هؤلاء اللي بتتحدثوا عنهم الأمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي لا يوجد الحد الأدنى أنا أشير لنقطة تانية مهمة السيد الرئيس في أحد كان مؤتمر بيؤقت في المجر في أعتقد 2021 وتحدث عن موضوع الهجرة الغير شرعية تمام وأشار لنقطة في غاية الأهمية قال إن ما معناه إيه؟ إن هؤلاء الأشخاص اللي بيذهبوا إلى هناك أنتو كل اللي بتروا هو يعني السيد الرئيس كان عايز يقول الموضوع الهجرة الغير شرعية واحد من الحاجات المهمة لحقوق الإنسان اللي بيتغنى بيها الغرب دائما وقال أنتو دائما بتعملوا يعني منيمايزيشن بتركزوا فقط أو زوم إن بتركز فقط عليه حرية إبداء الرأي والمبارسة السياسية تمام؟ قال لهم إن في حاجات تانية مهمة جدا بالنسبة لحقوق الإنسان ليس حرية أنك تعيش يعني أنك طرف تعيش أصلا دي موجودة على فكرة في الهيومان رايس ديكريشن الإعلاني أعلامي لحقوق الإنسان الحق في الحياة فهل هو مجرد دند من البنود البراقة الجذابة اللي موجودة في مساق حقوق الإنسان الحق في الحياة أين هو على أرض الواقع والتطبيق بالنسبة لهذه القرى نريد أن نرى سؤال أخير في دقيقة أرجوك يعني إلى أي مدى بطرق أن أوروبا جاد هذه المرة في التعامل مع هذه القضية من خلال تقديم برامج تنفيذية واضحة للتنمية في إفريقيا سؤال صعب جدا واجبته في دقيقة واحدة أعتقد تحدي واضح جدا لأن إحنا ما زلنا بنبحث عنه في العشر سنوات الماضية نتمنى مع أن أنا عندي شكوك شخصية جدا في هذا المؤتمر بتاع النهاردة أن تحصل حاجة جدة لكن نتمنى من أوروبا أنها تنظر بنظرة جدية لتحديات اللي بتواجهه القرى الإفريقية وينتج عنها سياسات قبل للتطبيق العامل شكرك نورتاني جدا في هذا الحوار بشكرك دكتور ميلاد ممتاز منسي المحلل السياسي والمتخصص في شؤون السياسية نورتاني في هذا الحوار بشكرك يا دكتور أنتم مشاهدين الكرام لكم من كل تقدير حتى نلتقي وفقرات أخرى في منى القرى شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة